السلام عليكم أهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الجدي الشمس والقمر والطالع ولا تنسوا أنها قراءة معممة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا وقد لا تنطبق على البعض الآخر لذلك خذوا ما ترتحون إليه من الرسالة وما ينطبق على حياتكم ومشاعلكم ووضعياتكم والباقي خلوه يرجع للكون في سلام فهناك شخص آخر يحتاج لهذه الرسالة هي قراءة لشهر جوان أو يونيو أو حزيران ولنبدأ قادي نشوفوا ما هي القراءة ثم قادي ناخدوا نصيحة من الملائكة ملائكة الحب والنصيحة السحرية كنت من لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد يا ربي الحبيب واخا وكنوا لي أن يرتاحوا ارتاحوا فإلا لم تنساكم وسنعود سأقوم بكل ما تطلبون مني المواضيع التي غير كتبوا لي في تعليقات وأنا كنسجلها وغادي ندير كل شي داك شي اللي كتطلبوا مني واخا إذا كانت من لكم حق سعيد حق سعيد حق سعيد يا ربي الحبيب بسم الله لنبدأ واخا 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 عزيزي برج الجدي واخا بعض منكم سيتلقى مال يعني غدي توصلكم فلوس بعد بيع ممتلكات واخا والبعض الآخر أراكم متوطرين نعم لأنكم تنتظرون نتيجة تحاليل طبية يعني خايفين شوية يعني أنتم البعض منكم خائفوا لأنكم تنتظرون هذه التحاليل الطبية لكن يقولوا لكرت أن النتائج إن شاء الله ستكون إيجابية والبعض الآخر منكم عندكم امتحانات مهمة بثاف امتحانات مهمة ربما البعض منكم يفكر في الدراسة في بلد آخر وحتى في قراءة أخرى في قراءة أسيا أو في أوروبا أو في أمريكا نعم وطاقتك عزيزي هذا الشهر هي النشاط نعم النشاط يعني طاقتك هي أنك تريد أن تدير بثاف دي الأشياء تريد أن تفعل أشياء كثيرة أخا بالنسبة اللي تقول لي لا تتكلمي بالدرجة المغربية أنا نعم أتكلم بالدرجة المغربية وأحيانا يعني بالفرنسية أقول كلمة أو كلمتين لكن بعد ذلك أنا 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 أترجمها باللغة العربية الفصحة نعم لأن كل ما أقوله أعيده من جديد باللغة العربية الأنفصحة لكن أدركوني أن أكون عشوائية لا يخلكوا فأنا أتكلم يعني كيف ما تخرج لي ولست عشوائية يعني لست عشوائية يعني نعم لست عشوائية وشففة مئة بالمئة فأنا أتكلم لغات أخرى إذا لنواصل قلنا أن طاقتك عزيزي برج الجديد طاقتك هي النشاط تريد أن تتحرك طاقة أنت مليء بالطاقة والحيوية نعم والكون عزيزي عندك كارتة رائعة 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 كارتة جميلة جدا والكون يعني بجانبك يعني المساعدة والحماية السماوية الربانية ستساعدك لتحقيق أهدافك ولتصل إلى كل ما تريده نعم كذلك أرى أنك يعني سترى أشخاص لم تراهم منذ فترة فترة عفوا طويلة وغادي تفرح بذلك ستفرح كثيراً غادي تشوف ربما أهلك أو أحبابك لكن أرى أنك ستفرح كثيراً أنك سترى شخص أو أشخاص نعم استفرح كثيراً بالنسبة للعزاب عزيزي برج العزاب أرى أن هناك شخص أن هناك شخص كان يراقبك منذ زمن تعيد نعم هذا الشخص طاقته نارية نعم نارية قوس برج قوس أنا راني مريدة مدوش عني اليوم ربما سأتفور بكلام لأن كحرقني رأس ووجع الرأس نعم ووجع الرأس لذلك أنا أسفة سبحوني وخا المهم قلنا أن العزاب هناك كان شخص يراقبك منذ زمن بعيد شخص كان مغرم نعم وكذلك كان في بالك وطاقته طاق نارية يعني هذا الإنسان قد يكون أساد أو قوس أو حامل نعم وهذا الإنسان كان يحبك ربما في السر في الصمت وأنت كذلك يعني هو كذلك كان في بالك نعم أنا أرى أنك أنا حب متبدل لكن ربما في السر هذا الإنسان كان معجبك وأنت كذلك نعم وأخيرا أخيرا عزيزي يقترب يعني ستنتهي هذه المرحلة أخيرا سيقترب ويعني جميلة بزاف هذا الإنسان سيقترب لكن كانت لديه عوائق تمنعه من الاقتراف لكن هو أدرك أنك أنت الشخص الذي يريد ويريد أن يتحكم أخيرا في حياته لأن هناك طاقة سلبية طاقة سلبية هناك امرأة تتحكم في هذه العلاقة عزيزي نعم هناك امرأة هذه المرأة يعني حاولت البعض منكم ربما يعني البعض منكم ربما يعني كنتم يعني على وشكي أن تبدأوا أن تبدأوا العلاقة لكن فرقتكم يعني هي دائما تبني هناك يعني كتبني حائط أو جدار بينكما نعم وكتفرقكم نعم لكن عزيزي هو أدرك أنك شخص مميز بزاف ومهم جدا جدا في حياتي وإنما يشعر به أكبر من تلك العوائق كرت جميلة بزاف وأراك أنت عزيزي تستمع لأغنية عندما تفكر في هذا الشخص وتستمع لهذه الأغنية مرة والأخرى والأخرى وتفكر في هذا الحبيب هذا حب جميل جدا هذا حب قوي عشق شغف شديد متبادل وهو يفكر أنك الشخص الذي يريده في حياته نعم نعم هو يحس بالنقص عندما يكون بدونك يحس بالنقص يحس بالنقص يحس بالنقص يحس بالفقر عندما يكونوا بعيد عنك الله وهذا ما يريده شوفوا كرت الأخيرة كرت الحب الحب الله توقم الروح الله توقم الروح وتوقم الشعلة الله عليك راتش حالزينا هذا هذا الحب حب توقم الروح توقم الشعلة يعني يستحيل مهما كانت العوائق يستحيل هذا حب قوي جدا حب دائم وهي نفس المشاعر هذا توقم الروح توقم الشعلة ماذا يعني توقم الشعلة؟ روح واحدة يستحيل عزيزي تفرق توقم الشعلة يستحيل مثل روميو و جوليت يعني معك او الموت قراءة جميلة جدا ومميزة الله رغم العوائق انا ارى انها علاقة صعبة يعني عندما اذا بديتوا علاقة ستكون صعبة لكن الحب حب قوي يعني لا احد يمكنه ان يهزم هذا الحب لانه حب قوي بتوقم الشعلة يا ناس يعني توقم الروح يعني كل شيء انتم قراءة جميلة وقوية بزف الله انفاعل نعم هذا ما سيحدث في الشهر عزيزي يعني ما اسعدكم لانها قراءة جميلة جميلة بزف يعني قوية بزف يعني رأيت حب توقم الشعلة لان هناك عوائق هناك عوائق يعني قوية لكن الحب اقوى من هذه العوائق نعم هذا الشخص الذي احبك في السر وانت كل ما تمناه في الحياة وانت كذلك وهذا الشخص اخيرا اخيرا يعني سيتحقق حلمكما نعم كانت قراءة جميلة وبالنسبة لي المنفصلين بدأنا بالمجنون المجنون يعني طاقة التوتر طاقة التوتر ربما انت او الحبيب طاقتك هي التوتر وبالنسبة لطاقة المنفصلين هي طاقة مائية نعم مائية ونارية كذلك من جديد وهوائية كذلك عندنا كل شيء طاقة مائية نارية وهوائية واخا مائية يعني برج السرطن العقرب والحوت وهوائية الميزان الدلو والجوزاء ونارية يعني اسد قوس او حامل واخا قلنا ان طاقة المجنون هو التوتر هذا الانسان متوتر لكن المجنون يعني يتكلم عنك وعنه ان قد تكون عندما تكونت دائد بات مرتفعها فهي طاقة التوتر وعندما تكون الدائد من خفضة فهي اا عفوا عندما تكون اما اعتقد لكم كانت المجنون عندما تكون toutes نارية 7 وعنفتر هي طاقة التوتر والوئة موثقة بالنفس والإيمان الإيمان بأن الأشياء ستحصلوا كما كما تريدها أنت نعم هي يعني نفس الطاقة رغم أني أتكلم عن نوعية مختلفة لكنها نفس الطاقة نعم هذا الإنسان ما زلت أنت في عقله ما زلت أنت في تفكيره لكن اللي لدينا يعني من جديد إنسان يبني حائط بينكما شخص أرى امرأة تبني يعني تبني عوائق بينكما وخا هناك امرأة تمنعه يعني تمنعه من التقرب إليك وتستعمل وسائل مختلفة لا أدري ما هي هذه الوسائل لكنها تستعمل وسائل مختلفة ليبتعد عنك نعم وأنتم كنتم يعني كنتم تعيشون قصة حب جميلة وهذه المرأة فرقاتكم وعاد هذا الحبيب من جديد وتحاوله من جديد بشتف الرقم هذه المرأة الله يستعمل تستعمل وسائل مختلفة لكن أنا لن أركز في هذه المرأة ولا في ما تفعل لا يهمنا نحن نركز في ما هو إيجابي وأن هذا الإنسان لديه مشاعر لو لم تكن مشاعره لو لم تكن هناك مشاعر حب لما تكلمت عن هذا الإنسان لكن هناك كذلك مشاعر قوية هو كذلك دوء من روح يعني حب صادق نعم لكن رغم أن هذه المرأة تحاول إبعاده هو يعود في الأخير يعود إليك لأنك لم تختفي من خريطة حياته ومن خريطة عقله أنت ما زلت في عقله ويفكر بزفك هذا الإنسان نعم ورغم يعني النهايات يعني تحدث نهاية بسبب هذه المرأة لكن الحب يعني الحب يعني يبدأه نعم الحب يعني يخلق بداية جديدة نعم هو يعني هذه المرأة يعني لا أدري من هي هذه المرأة لكن هي تؤثر يعني بطريقة قوية على هذا الإنسان على هذا الشخص الذي تسأله عنه نعم كتبعده ويرجعه لأنه يحبك بجنون وهي تحاول من جديد ولن تستسلم لكن صدقوني هذا حب توأم الروح وتوأم الشعلة كذلك حب هي صعب كذلك لكن تأثيرات قوية بسبب التأثيرات يعني حب صعب بسبب التأثيرات لكنه توأم الروح ويستحيل يعني أن أنت تبعدهما يعني توأم الروح وخام مستحيل هو هذا الحب أقوى من المغناطيس وأراه عزيزي يعود في هذا الشهر لأنه توأم الروح توأم الشعلة كانت قراءات جميلة بزر لنرى ما هي قراءة كل ما علي أن أقول هو حذري من هذه المرأة لأنها لن تستسلم لن تستسلم لن تستسلم لكن هي ليس لديها القدرة على باش تفرقكم لأنه حب أبدي صدقوني حب أبدي حب قوي بزر توأم الروح توأم الشعلة من جديد حب قوي كانت قراءة جميلة وقوية نعم هناك حب قوي يستحيل وخاء ستبعده عفو ستبعده لكن عفو ستبعده وسيعود من جديد يعني مستحيل مستحيل يعني وأنتم نهايتكما هي هذه يعني أن تكون معا ستعيش معا إن شاء الله ما هي الرسالة الملائكية تقول الصبر الصبر الكوة السماوية أو القدرة السماوية لديها دور مهم في حياتك العاطفية يعني الحماية الملائكية الحماية السماوية والحمد لله قراءة جميلة بزر وروحاني هذا حب الروح يعني حب روحاني تواصل يعني قوي جدا بالنسبة للعزاب وبالنسبة للمنفصلين نعم كانت قراءة يعني حب 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 توأم الروح توأم الشعلة وأوصفك منها يكفي أن تقول توأم الشعلة يكفي وسنتكلم عن توأم الشعلة إن شاء الله هذا الكارت تقول لك عبر عن مشاعرك عبر عن مشاعرك يعني لا تخفي ما في قلبك وتكلم مع الحبيب وقل له ما تشعروا به وهذا الكارت تقول في الصيف ستتحقق كل أمنياتك الله يرم يعني قراءة حالزوينة كانت منا يعني تستفدوا كانت قراءة جميلة جميلة نفرحانة بزر ولا تنسوا أن الطرط يعطيكم رسائل وإشارات ومعلومات وعلامات نعم عزيزي لكي يعني لكي تروا الأشياء بوضوح لكن القرار قراركم نعم كانت منا لكم الخير وغادي نبدو بقراءة اختار كارت و كانت منا لكم الخير دائماً كانت منا يا ربي لا يحميكم ولا يحميكم من هذه الطاقة السلبية لكن لا تبالي عزيزي لأنه عندما يكون هناك حب فالحب ينتصر دائماً دائماً لكن نحن يجب أن يعني أن نتعامل مع هذه هذا يعني حتى هذه التأثيرات السلبية مع هذه بحب بهدوء بسلام بصمت اتركوهم يعني يفعلوا ما ما شاءوا لماذا؟ لأن الحب هو الذي يفوز في الأخير وينتصر حتى وإن كانت هذه يعني هذه المرأة لا ندري من هي لأني لم أركز لا أريد أن أركز عن ما هو سلبي لأني رأيت حب قوي جديد لذلك يعني تكلمت فقط عنك وعنه وعن هذه الحب الجامل لكن تلك الطاقات السلبية دعوها دعوها فهي يعني في مستوى وعي يعني يعني منحط في الحضين يعني نحن لا نركز في هذه الأشياء السلبية نحن نحترم كل شيء لكن نركز في حبنا ولا تنسوا الدعاء الأمنيات تتحقق الأحلام وتتحقق صدقوني صدقوني فأنا أتكلم يعني من قلبي ومن خلال تجربتي وتجاربي فأنا ما زلت أعيش أحيان أتكلم كما لو كنت عجوز لكني لست عجوز مهم كانت مناليكم يا رب الخير شكرا على تعليقاتكم الجميلة كانت مناليكم الخير كانت مناليكم الحب نعم الحب في حياتكم الحب الجميل جدا إيمان تحبوا الحب وتعشقوا الحب لذلك أتمنى لكم الحب في حياتكم لأن الحب يجعل الإنسان أفضل يغير الإنسان نعم يغيروا لأن الحب هو من يحرك هذا العالم